نروح لي البرازيلي باولو كامبوس الموديل الفني الأسبق لنادي ريال مدريد نسأله عن رأيه في مباراة اليوم يا فندم سواح الخير مشرف ومنور في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري نعم أهلا وسهلا بك أشكرك كثيرا وكل شرف لي لتواجدين معكم اليوم رأيك إيه بداية في مباراة اليوم بين ريال مدريد والنادي الآلي في نصف نهاية كأس العام لنده شفتها إزاي في الحقيقة مسألة للمباراة موقفين مختلفين شاهدت مباراة الهلال وفلامينغو وأيضا كذلك مباراة القليل من مباراة الأهلي وريال مدريد أعتقد أن الأهلي يقدم أداءا جيدا ولكن عكزنتها الأم في المقام السي أعتقد أن الأهلي بدأ المباراة جيدا ولكن ساهم كذلك هدف فينيشيوس في رافع الروح المعنوية للعيب في مدريد ولكن في اعتقد أن الأهلي قام بمباراة جيدة للغاية في الخمس دقائق الأولى من كل الشوطين كان يلاحظ أداء الأهلي الجيد ولكن كما نعلم الأهداف الأولى لها تأثير معنوي كبير على اللاعبين ولكن بالنسبة لي هذه النتيجة لا تعبر عن الأداء الذي قام به الأهلي أيضا لعب الحظ دورا كبيرا وكذلك المعنويات النتيجة لا تغير من حقيقة أن الأهلي أيضا يعد من الفرق الأقوى تنفسية على هذه البطولة وقدم أداء منتز هل تفاجأت بأداء الأهلي اليوم ولا كان هذا الأداء متوقع من النادي الأهلي أمام ريال مدريد هل تفاجأت بأداء الأهلي؟ أعتقد أن الأهلي لا أحد كان يتوقع النتيجة النهائية للمباراة في العشرين دقيقة الأولى ولكن مع مرور الوقت بالرغم من الأداء الجيد للأهلي كانت هذه النتيجة المواجهة القادمة للريال مدريد ستكون أمام الهلال السعودي كيف تنظل هذه المواجهة في نهاية كأس العام الأنداء؟ المواجهة القادمة للريال مدريد ستكون أمام الهلال هل تفاجأ للمبارا envy Kerando هل تفاجأ للمباراين الدقيقة كانت هذه المواجهة في القدم الفرق بين الفرق ليست كبيرة أيضا كذلك الفرق بين فلمينجو والريال مدريد أعتقد أن كل الفريقين متقاربين ولكن التحضر للمباريات يلعب دورهام في إحراز النتائج التشوق لمشاهدة مباراة الهلال مع ريال مدريد ولنتذكر جميعا أداء منتخب السعودية أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة الهلال أحرز فوز جيد أمام الويداد وكذلك أمام فلمينجو وهذه المباراة أتشوق لرؤيتها كثيرا وربما يفوز الهلال هل ربما يفوز النادي الأهلي على فلمينجو في مباراة الثالثة والرابعة أيضاً؟ لعل مباراة الميدالية البرونزية بين فلمينجو والأهلي في أعتقادي معنويات فلمينجو ليست بالجيدة بعد الهزيمة من الهلال وأعتقد أنها ستكون مباراة شيقة جداً الأهلي إذا لعب نفس الأداء أمام فلمينجو ربما نشاهد مباراة رائعة ذات نتيجة مختلفة وبالطبع الهدف الرئيسي لكل الفريقين سيكون الفوز وسنرى تنافس شرس البرازيلي باولو كامبوس المدرب الأسبق لنادي ريال مدريد أنا بشكر لك شكراً جزاء على هذه المداخلة شرفت ونورت